موسيقى موسيقى السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد والنقاش الهادف اللي نضع فيه بعض الممارسات الاجتماعية الخاطئة تحت المجهر نبحث في أسبابها وحيثياتها ونأمل بكل ذلك أن نصل إلى إحاطة موضوعية بالمشاكل الاجتماعية كخطوة في سبيل حلها أو على الأقل تشخيصها للأسف الظاهرة اللي هي محطرة حالنا في هذه الحلقة متفشية وصار ما ممكن إنكارها كلامنا اليوم أحبتي عن تدني مستويات التعليم والتدريس في المدارس التعليم هو من أسس وركائز بناء المجتمعات وله السبب محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أكدوا لنا أن طلب العلم فريضا من الفرائض ووضحوا لنا أهمية التعليم وبينوا أنه يجب التركيز على التعليم الكيفي وليس الكمي فمثلا قال أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر فضائل العلم قال صلوات الله عليه وهو أنيس في الوحشة وصاحب في الوحدة وسلاح على الأعداء وزين الأخلاء يرفع الله به أقواما يجعلهم في الخير أئمة يقتدى بهم ترمق أعمالهم وتقتبس آثارهم أعزائي المشاهدين أجرى فريق الإعداد استطلاع للرأي بين فئات المجتمع المختلفة وكانت النتيجة أن الجميع اتفقوا على تدني مستوى التدريس في الدول العربية خلال السنوات الماضية للأسف أصبح طلبة المدارس والجامعات وأصحاب الشهادات يفتقرون إلى أبسط أساسيات التعليم وقد أكدت التقارير الصادرة عن منظمة اليونيسكو هالأمر بحيث كتبت أن طفلا من بين كل أربعة أطفال في الدول الفقيرة لا يستطيع قراءته جملة واحدة وتزيد النسبة في منطقة الصحراء الكبرى وفي استطلاع الرأي اللي قام بكادر إعداد البرنامج تبين لنا من خلال آراء الناس ومن شرائح مختلفة من المجتمع وبأعمار مختلفة أن هناك ثلاث جهات مسؤولة عن تدني مستوى الدراسة في الوطن العربي منها المدرسة والوزارات أو الهيئات المسؤولة عن التعليم في البلدان وكذلك الأهل هذا بالإضافة إلى الطالب نفسه والواقع أن آراء الأغلبية العظمى كانت بأن الدور الأساسي يقع على المدرسة والمسؤولين عن توفير وسائل التدريس في المدرس الكاتب قينان الغامدي رئيس تحير صحيفة الشرق سابقا قال دائما ما نرى المسؤولين يتحدثون عن كم مدرسة وكم معلم وكم تلمير والاكتفاء الذاتي أما ما يتعلمه هؤلاء وإلى أي مستوى يؤهلهم فأهمل بشكل لافت من قبل الجميع وطبعا هالأمر انأكس المعونات اللي تقدم للمدارس من قبل المسؤولين والمشرفين على النظام التعليمي ولهذا نشوف أنه صرحت مجلة التعليم الآلمية التابعة لمنظمة اليونسكو الآلمية أن المدد المتوفر للمدارس هو في انحدار على مدار ست سنوات على التوائل وإنه للأسف ما يوصل للدول المحتاجة للمعونات بالشكل الأكبر كما أنه نتاج التعليم لا يلائم متطلبات سوق العمل أو طبعا ما ننسى الدور الأهم واللي يقع على عاتق المدرس نفسه أو المعلم من خلال استطلاع الرأي العام لمختلف الفئات العمرية تبين لنا أن المعلمين في كثير من الأحيان هدفهم الراتب لا غير وإنهم ألميا ما عدتهم الكفاءة المطلوبة للتعامل مع الطالب ففي أحيان كثيرة يساهم غياب الوعي حول حقوق الطالب إلى تعامل المدرس معه بطريقة لا أخلاقية وبقسوة أحيانا وبحسب دراسة عملتها صحيفة قبس قول الدراسة سوء اختيار أعضاء حيئة التدريس في الجامعات ساهم في جعل مخرجات التعليم الجامعي متدني ومن جانب آخر فاللوم يقع على الطالب أيضا للأسف صار الطالب يصرف اهتمامه لأمور سطحية أقل أهمية تقول الدكتورة زينب أبو طالب نائبة رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى السعودية تقول الدكتورة أصبح الحصول على الشهادة هو الأساس لدى أغلب طلبة جيل اليوم تحت شعار لا للعلم ولا للتعلم مما نتج عنه جيل أمي يرى في التعلم مضيح للوقت وفي تقنية الاتصال هروب من الواقع إلى الترفيه المفرط أصبح هذا الجيل يهتم بالحصول على شهادة تحت شعار لا للعلم أو للتعلم أما من ناحية المنزل أوضح الاستطلاع الإقام بكادر إعداد البرنامج أن انشغال الأهل الزائد بالماديات وانشغالهم بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي يشكل آق كبير أمام قضاءهم وقت أكبر وأكثر فائدة مع أبنائهم وطبعا تؤيد الدكتورة زينب أبو طالب هذا الرأي وتقول إن من أسباب تدني مستوى التدريس التفكك الأسري وهروب الأباء من مسؤولياتهم أما بالنسبة للحلول المقتلحة لهذه المشكلة فمن ناحية الجهات المسؤولة عن النظام التعليمي في الوطن العربي من واجبها توفير دورات تدريسية للمدرسين وأيضا توفير الدعم الكامل والمستلزمات الأساسية للطلاب وتهيئة الظروف المحيطة بالطالب في المدرسة بحيث يستطيع الطالب التركيز على دراسته وهالأمر بين إلنا السيد أحمد الحسن عليه السلام بحيث قال الدماغ آل تتأثر فعاليتها بدرجة الحرارة وكمية الأكسجين المتاحة وكذا تتأثر بكمية الغذاء المتوفر في الدم والهرمونات وفعالية بقية أعضاء الجسم ولكن عموما الحرارة زائد الأكسجين زائد الغذاء أوامل حاسمة في نتاج الدماغ وقدرته على معالجة المسائل الموجهة إليه خصوصا مع كون وقت الإجابة محدود انتهى كلامه عليه السلام وأما من ناحية الأهل فما ممكن نتعدى نصيحة السيد أحمد الحسن عليه السلام في قوله ومع أن الدراسة والتعلم مهمة ولكن يجب على أولياء الأمور معرفة أن كل إنسان يمكن أن ينتج ويبتع في المجال الذي يحبه وليس بطرورة أن يكون ضمن الجامعات أو الكليات التي يرغب كثير من الناس دخولها والحياة رحلة يجب أن نستغل ونعمل ضمن ما يتاح لنا فيها ولا نضيع وقتنا في اللوم أو ندب الحق وما شابه هناك أولياء أمور أباء أو أمهات للأسف يضطرون أبنائهم لحقوقهم فاتقوا الله في أبنائكم وبناتكم ولا تحملوهم ما لا طاقة لهم به أو ما لا يناسب حالهم ووضعهم النفسية والبدني انتهى كلام السيد عليه السلام بين المدرسة والبيت والنفس يكتمل بناء المنظومة التعليمية فلا نعملها وخلونا نرتقي بعلومنا ونكون نجوم منيرة يشار إليها بالبناء نتمنى أن نكون وفقنا في الوقوف على هالمشكلة الاجتماعية وحتى حلقة جديدة وظاهرة اجتماعية أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة